كثير من الثلاث نقاط لسه الدوري مستمر ولسه الأهل المتبقيله عشر مباراة في الدورة ولكن مكاسب الأهل المباراة مباراة تتلقص في عناصر عديدة أولا حسين الشحات والتحدي اللي كان عنده مباراة نازل وبيلعب هدوء اتزام تركيز ما نقف زمتش ساهم في الهدف الأول لوسام أبو علي تسبب في ضربة الجزاء اللي حرزها وسام أبو علي لعب مباراة تسعين ديئة دفاعياً وهجومياً حتى الارتباك اللي كان في المشهد كان عند المنافس ما كانش عند الأهل فده يندل على شيء بيدل أنه عندك لعب كبير إمكانياته كبيرة قدراته كبيرة فأول مكسب مباراة يأكد أن كل الكلام اللي بيتقال بقاله أكتر من سنة على مشكلة كان بيتعرض لها حسين الشحات اتقفلت بالضب والمفتاح بالدليل مطش مباراة نزل تركيز كبير جداً عمل مباراة هيلة جداً وأكبر دليل على كده كمان مساهماته وأداءه في المباراة ده رقم واحد وده أهم مكسب لفري الأهلي في مطش مباراة وبعدين حسين إيه؟ من لحظة الانطلاقة من لحظة البداية تسعين دقيقة ده على أعلى مستوى فبجد بجد أهم مكسب من مكسب مباراة كان حسين الشحات المكسب التاني لما تتفرق كده على المباراة وتشوف خروج إمام عشور أنا مش عايز أعمل مقارنات مع ناس تانية وفينا تانية نتكلم على الأهل وفرحتنا بفوز الأهل وكلامنا على الأهل بس عشان الناس اللي دايما بتاخد الأهل في سكة تانية خالص وتقول لك أزمات ومشاكل جوه قط اللبس إمباراة إمام عشور متغير في ديئة 82 شوف لحظة إحراز أفشا للهدف من أول واحد على الدكة كان بيحتفل مع محمد مجد أفشا كان إمام عشور يبقى من المكاسب التانية للأهل إمباراة لحظة احتفال إمام عشور مع محمد مجد أفشا اللي نزل مكانه وكمل التمن دقايق بخلاف الست دقايق وقت ضايع ربع ساعة لعيبهم أفشا نزل سجل الهدف التاني أهو بص مين اللي شايل محمد مجد أفشا إمام عشور بص مين اللي بيحتفل بمحمد مجد أفشا ده إمام عشور بص أفشا كمان بيشغل الجمهور النادي اللي بقولهم إيه أنتوا على راسي من فوق والفرحة دي لكنتوا دي مكاسب على فكرة اللي بيحب الكرة بجد يدور في تفاصيلها ولما تدور في تفاصيلها لازم تطلع النقاط الإيجابية اللي شفناها واللقطات اللي ممكن تتكلم عليها في مباراة مباراة اللي بيحتفل بهدف أفشا وفرحة أفشا إمام عشور اللي خرج ونزل مكانه في الشوت التاني في ديئة التمنة أو في آخر تمن دقايق من المباراة الحاجة التالتة محمد مجد أفشا الهدف بالنسبة له مباراة بعد كلام كتير جدا تعرض له في الفترة الأخيرة بمثابت كده إيه لحظة فارقة يقول للناس أنا لسه موجود أنا كل الكلام اللي كان بيتقال ما أسرش فيها دايما تركيز هيكون مع الفريق هدف مهم جدا أنا بقول لكم مكاسب مباراة مش السلسة نقاط بس والفوز على برمز المكاسب الأهل مباراة كانت بالجملة وأنا بعدد معاكم هدل الوقت بالتفاصيل وعناصر اللي أنا شايفها وكل الناس شايفها المكاسب اللي ممكن يكون خرج بها فريق النازي الأهل المكسب الرابع طبعا المكسب التالت أفشة زي ما قلت وقضية جديدة أبنان